أكدت مصر على أن التخلص التام من الأسلحة النووية بشكل لرجعت فيه وخاضع للتحقيق الدولي هو هدف يمكن تحقيقها وتتطلع مصر لليوم الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بالقضاء التام على الأسلحة النووية دور كبير تلعبه مصر من أجل إحلال الأمن والسلام في كافة أنحاء العالم حيث تدعو دائما إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحد من التسلح النووي عبر منصات الأمم المتحدة الإقليمية والدولية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة دول العالم ومقدرات الشعوب الموقف المصري للحد من التجارب النووية واضح ومؤثر حيث تبنت مصر منذ عام 1974 قرارات بالجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية فضلا عن تقديمها لمقترح عام 1990 توسيع وتعميق هذه الفكرة لتخلي المنطقة من كل أسلحة الضمار الشامل النووية والكيموية والبيولوجية سعيا إلى إحراز تقدم لتأمين المنطقة من مخاطر تلك الأسلحة الفتاكة مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النووية عام 1995 أشهد بالجهود المصرية واهتمامها بدعوة مختلف دول المنطقة للإسهام في جهود نزع السلاح خصوصا بالنسبة إلى أسلحة الضمار الشامل لخطورتها ولقدرتها التدميرية الهائلة تعرب مصر دوما عن قلقها البالغ إزاء الجمود الذي تشهده جهود تنفيذ التزامات نزع السلاح النووي من جانب الدول النووية بل وتراجع تلك الجهود في ضوء اتجاه بعض الدول النووية للتوسع في ترسانتها النووية وتطويرها وترحم فهيم مستحدثة من شأنها وضع شروط مسبقة لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها وكذلك إزاء عدم تنفيذ الالتزام الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الضمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وترى مصر في التخلص التام من الأسلحة النووية بشكل لا رجعة فيه وخاضع للتحقق الدولي هدفا ممكنا فحسب وإنما تراه إجراءا ضروريا لإحلال السلم والأمن وفحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى تطلع مصر اليوم الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بالقضاء التام على الأسلحة النووية